يصاعد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر وتفاوض إيران على المكاسب من وراء هذا التصعيد يدرك العالم والغرب أن مفاتيح جماعة الحوث في العاصمة طهران فيذهبون إليها مباشرة صحف أمريكية تتحدث عن لقاءات سرية جمعت مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في العاصمة العمانية مسقط وخلال اللقاء طلب الأمريكيون من الإيرانيين ممارسة ضغوطات على الحوثيين لإيقاف هجماتهم وعلى عهدة صحيفة نيويورك تايمز فإن طهران اشترطت وقف إطلاق النار في غزة قبل استخدام نفوذها لكبح هجمات الحوثيين هذا وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا نقلت قبل يومين عن مصدر مطلع نفيه ما أوردته صحيفة فينانشال تايمز عن محادثات سرية بين واشنطن وطهران تناولت هجمات جماعة الحوثيين من الواضح أن طهران تبحث عن صفقة أو تسوية مع الغرب مقابل مطالبة الحوثيين إيقاف التصعيد ولد إيران الكثير من الملفات الشائكة التي هي محل خلاف مع الغرب وتحتاج إلى تسويات من بينها الملف النووي وملف العقوبات والدعم العسكر الذي تقدمه طهران لموسكو في حربها بأوكرانيا والواقع اليوم أن الهجمات التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر باتت أكثر ارتباطاً بملفات السياسة الدولية الشائكة وأن إيقافها لم يعد مرهوناً بإنهاء الحرب على غزة مثلما يصرح الحوثيون بل تجاوزت هذا الأمر نحو إعادة رسم الخارطة الجيوسياسية في المنطقة العربية والرابح من يتحرك على الأرض بفاعلية ونقلات سريعة